أصول عسكرية من الترشح ما فيش حد يقدر يمنى حد مدني من الترشح وفي النهاية اللي بيترشح واللي بينتخب وخب بالك عمر الانتخابات في مصر قصير جدا من أول الانتخابات رئيسية التعددية كتال 2005 هذه رابعة انتخابات بالتم أو واحد اتنين تلاتة أربع خمسة انتخابات بالتم ففي التحليل الأخير ما فيش ولا مرشح قدم نفسه إلا بصفته مدني يعني حتى من الأصول العسكرية ألعى البدل العسكرية قبل ما يبقى ولكن لا والخلفية عسكرية أنا عندي خلفية عسكرية أنا جندت في قوات المصرحة المصرية وشرفت بخدمة العلم وكنت جندي مجند وخدت قدوة حسنة بس دي مش دي الخلفية العسكرية اللي نحن نقصدها يعني أنا مش شايف ده شرط دستوري ولا شرط قانوني ولا شايف ان القوات المصرحة المصرية بحكم وطنياتها وتاريخها هتقف ضد رجل الشعب المصري فهلا هيجي بالانتخاب عبر نظام قرر الدستور القوات المصرحة المصرية وكافة أجهزة المصرحة الدولة التي عندي ثقة في أنها تتعامل معها وتتعاون معها لا يعني النزاج المصري وانت داخل النزاج المصري دلوقتي في نزعة موجودة في بعض الدوائر بتقول لمما أنه هناك أختار تهدد الأمن القوم المصري فلابد أن يكون هناك رئيس من أسر عسكرية ده على كنفية المشهد في غز وانا برد على النزي بقول أولا هذا ليس الشرطان سانيا دول كثيرة كانت في حالة حرب وكان بيقودها مدنيين مش كثيرة يعني كل الدول المتحربة في الحرب العالمية التانية مثلا ما كان شعر رأسهم قواد عسكريين ولا حاجة قدر عسكريين ولا متفرش نفس وزيد دفاع ولا رئيس أركان ولا رئيس جمهورية وده منصب مدني بامتياز ومنصب سياسي بامتياز والدفاع عن الوطن ده مسؤولية الجيش وخبرات الجيش وقدرات الجيش إلى آخره وعش كده احنا شفنا مثلا حرب تلاتة وسبعين أدار المشهد العسكري كان عسكريين أدار المشهد السياسي كان السياسي يعني دائما فيه قرار إمتى الحرب وقرار التسوية وكل القرارات دي كان بياخدها السياسي ونالك القرارات العسكرية والبيدانية وكذا كان بياخدها العسكريين هو ده المتعرف عليه وده المعمول به والأنا أأمل أن مصر تتخلص من هذا يعني مش مصر أنا آسف أن بعض المصريين اللي لديهم هذا الفهم يتحرروا منه يعني ليس شرطا وليس بالضرورة حتى لو احنا في حالة حرب ألمى بأن احنا مش في حالة حرب وبإذن الله يعني ما تكونش فيه أي تهديدات جدة للأمن القوم المصري ولكن على الرغم من هذه التهديدات فوجود رئيس مدني أو ليس له خلفية عسكرية بمعنى نتخرج من كلها عسكرية يعني أنا أعتقد أن كل المصريين زي ما سعدتك تفضلت لتجنده عندهم هذه الخلفية عسكرية وعندهم هذا الولاء للعلم والجيش يعني في ناس بتقول وانت